اهلا بكم من جديد نهاردة بنتكلم في محتوى مختلف كليا عن اللي بنقدمه بصفة مستمرة على القناة وهو منتج حقيقي يعني انا كنت مترضى دي انا عمله رفيوه لا لكن حبيت اقدم التجربة دي معاكم ونشوف ان طبعاتكم عن يعني مجموعة جديدة من المنتجات اللي ممكن نقدمها بخلاف الموبايلات طبعا زي ما هو واضح كده من محتوى الفيديو هنتكلم نهاردة عن كوتشي من برند شهير جدا برند عالمي نشأ في الاساس في الولايات المتحدة وبيتم تصنيعه في الصين وهو برند سكيتشارز كوتشي من فئة تعتبر غالية مش مناسبة لمعظم الناس هنتكلم في الف ودلتمت جنيه تقريبا يعني مفيش اقل من الف جنيه في معظم اصدارات سكيتشارز او يعني نادرة ما بنلاقي حاجة اقل من الف جنيه بالنسبة لغالبيت الناس في مصر رقم يعتبر عالي طيب تجربتي خلال الشهر اللي فات يعني كانت يوميا الكوتش ده كان استخدام يومي هو في الاصل لو احنا شفنا على سودة كمة او على نون هو موجه للتمرين او الجاري ولكن من خلال خبرتي بقى اللي انا خدتها لفترة طويلة في الكوتشيات الكوتشي اللي بيبقى موجه للجاري ممكن تستخدمه للمشي عادي جدا ما فيش اقل مشكل خالص اهم ميزة في الكوتش ده انه هو طري جدا جدا سواء النعل نفسه او الهيكل الاساسي المبنى عليه الكوتشي او الطبقة الداخلية اللي بسمى الموم ريفوم هنوضحها لحضراتكم اسناء الشرح وهنخلحها ونشوفها وهنتكلم عنها تفصيلا طيب بالمقارنة بقى مع براند تاني كان موجود على سودكم وما زال حقيقة وعلي تقيمات وهمية كبيرة جدا جدا وهو مركز مها تستاتورو بالنسبة للمقاسات انا الحقيقة يعني بلبس اتنين واربعين واحد واربعين او اتنين واربعين الحسب يعني الحسب الحاجة وتصنيحها الموديل اللي انا لقيته ده كان عجبني جدا شكله والمقاس المتاح لي كان واحد واربعين ونص طبقا للمقاسات الخاصة بالايو او مقاسات الاتحاد الاوروبي دي اللي احنا عارفانها في مصر فواحد واربعين ونص كان رقم مثالي جدا جدا كان ممتع جدا على حسب استخدامي تستاتورو الرقم كان اتنين واربعين اصلا اجبته اتنين واربعين ما دخلتش في رجل اصلا بالنسبة لطبقة الميموري فوم او الفوم اللي من نوع ميموري فوم حسب ما انا قريت في النوع ده من الخامات اللي هو اصلا مصمم خصيصا لرواض الفضاء وما الى ذلك خامة تعتبر غالية جدا لما تجي تبحث وتسرش على مخدات من نوع ميموري فوم او اي بتعمل من خامة ميموري فوم لو هو ميموري فوم بالمعنى يعني من مصانع الاصلي بتاعته في امريكا هيبقى غالي جدا سعره غالي جدا جدا لو هو الخامة اللي جاية من امريكا فخامة الميموري فوم الموجودة هنا اللي بتشكل الفرش الداخلي الحقيقة ممتعة جدا جدا الناس اللي عندها او ايا كان يعني الفرش ده اعتبر فرش طبي مع النعلي كمان اضطاري جدا جدا في خلطة الحقيقة خلطة مثالية وديزاين هنا ديزاين الكوتش نفسه مصنع من فابريك او من قماش او حاجة منسوجة حياة انا متأكدتش من نوع الخامة هل هي بوليستر او اا قماش يعني اا قطن تجربتي مع الكوتش ده خلال شهر تقريبا انا لبسته كذا مرة من غير شربات حياة انا وانا ماشي كنت مستمتع جدا ان اللي فيه هوا بيدخل رجلي من كل اتجاهات تحس ان الموضوع رايق جدا وحاجة ممتعة لأقصى درجة تجربة الاجمالية عن الكوتش ده او خلال تجربتي المتواصلة لمدة تلاتين يوم كاملة ديزاين العام والبروفايل بتاع الكوتش من برا ما حصل لش اي مسلا تآكل نتيجة المش على اسفلت او ما الى ذلك او نتيجة المش على حاجة مكسرة شوارع مكسرة زيو احنا عارفين شوارع في مصر مش لطيفة فمحصلتش اي تأثير سلبي باي درجة كمان انا شغال في شركة فيها يعني انتاج فيها خطوط انتاج وفيها احيانا كان بيبقى فيه زيت واقع على الارض وانا يعني قصدت ان انا جربت التجربة دي لحقيقة يعني الكوتش هنا محصلوش مع الزحلقتش محصلتش حقيقة حاجة تضرني اثناء استخدام الكوتش ده على اسطح منظلقة او فيها زيت فدي كان احد الامور المبهرة جدا جدا في الكوتش ده الكوتش وزنه خفيف جدا جدا يعني حاجة ريشة كأنك مش لابس حاجة بالمقارنة مع تستاتورو ما فيش مقارنة اصلا تحس انت لابس كيلو في كل رجل فما فيش اي مقارنة كعب بتاع الكوتش نفسه خارج بشكل حجيب وشكل سهي جدا جدا بالمقارنة مع مع سكاتشر صبعا ما فيش الكعب الغبي ده اللي طالع بشكل غريب جدا الرقم اللي بندفعه في تستاتورو المتين وخمسين جنيه ويعتبر به تريمي على الارض فهمات التصنيع هنا نشفة جدا جدا والتلبيس بتاعه سيء للغاية المقاس اللي انا جبته المفروض اللي انا بلبسه اتنين واربعين انا جبت اتنين واربعين ما دخلش في رجل اصلا الكوتش بالنسبة لسعره يعتبر غالي ولكن يعني هو بيقدم لك حد امان عالي جدا جدا بالناس اللي عندها مشاكل مع موضوع الفلاتفوت والقدم المستوي وما الى ذلك الناس دي همها اكتر ان هي تحصل على منتج طبي ما يأثرش عليها اسنان استخدامها لفترة طبيلة على اساس برضو ان الفلاتفوت مع كوتشيات تعتبر آآ آآ نشفة جدا هيبقى موضوع خطر وممكن يؤثر على ظهرك مع الاستخدام الخاطئ ومع المشي كتير وما الى ذلك الناس طبعا عارفة الكلام ده الناس اللي عندها فلاتفوت فالمنتج ده لو انت عندك فلاتفوت لا قدر الله او انت سليم يعني ربنا يبارك بقى في اي حد يعني المنتج ده يكون منتج مسائل جدا جدا سواء الجارية سواء لمشي سواء لاي نشاط رياضي فهيبقى مسائل جدا جدا استخدامك اليوم هيبقى حاجة في منتهى الشيكة في منتهى الجمال اتمنى اكون قدمتلكم شيء مفيد وقولونا بقى في التعليقات انتو حابين ننوح حابين نخيل لنا في الموبايلات اللي انتو عايزين وفيش اقام مشكل خالص لو حابين الريفيو بالشكل ده حابين روفيوهات متنوعة اكتر عن اجهزة عن حاجات من الاستخدامنا اليومي ارجو تكلولنا وبشكركم جدا جدا والى اللقاء السلام عليكم